كمان بقول حاجة مهمة قوي أنا بقول حاجة أهم من دي إنه أظهر صورة مصر بشكل مبهج رائع اللينكات اللي كانت بتبقى موجودة اللي لأ وكمان الكاميرات اللي بتطلع من البلكونة وبتاخد الشارع والنيل والفكرة دي حاجة احنا مش متعودين نشوفها في الانتاج المصري ولما راح لسعالية احنا مشوفه في الامريكاني والغرب كثير لكن المشاهد اللي احنا اللي انت تطلعي منها على شوارع على مشاهد على كاميرا إن يعمل ده وإدى صورة لأ صورة كمان مش إن احنا يعني عندنا بلد حلوة بلد مبهجة بلد طعمة بلد تحب تعيش فيها وسط البلد يعني اللي هو الشارع بتاعنا اللي هو شارع طلعت حرب اللي هو كان اسمه في المسلسل في المسلسل آه اللي لما جيه البورصة أسوس كمان عمل فضيع أنا قصد أقول إنه يعني إيه طلع وسط البلد بجمالها المشاهد المشاهد بتاعة الهرم الهرم طبعا الدكور بلوكيشن بتاعة وليد فواز وبشكر وليد فواز كمان على دوره الجميل طبعا الشطاط بتاعه مع وليد فواز بتاعة علي وليد فواز طبعا مع المزيكة مع الوحبي عايز يروح أنا عايز أسكن هنا يا جماعة أيوة برافو عليك يعني أنا عايز أعطو الفيو ده الإسماعيلية تصورت أول مرة أشوف الإسماعيلية بالجمال ده وسط البلد بالجمال ده بجد شكرا المدينة بسموع عين مخرج آه طبعا بجد بشكره أني وفخور أني بعمل عمل طلعت مصر حلوة ومبهجة كده بالشكل ده بأمانة ترجمة نانسي قنقر